السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا أصدقائي اليوم إن شاء الله هو الدرس الثالث درس الثالث من مدينة بوك 2 دعونا نرى هذا التكيست من هؤلاء الفتية أطوال يا علي من هؤلاء الفتية أطوال يا علي هم طلاب جدد هم طلاب جدد من أين هم؟ هم من أمريكا أهم زملائك؟ نعم نعم هم زملائي هم في فصلي أهم مجتهدون؟ من هؤلاء الفتية؟ الطوال يا علي هم طلاب جدد من أين هم؟ من أين هم؟ هم من أمريكا هم من أمريكا They are from USA أهم زملائكا Are they your colleagues? نعم هم زملائي هم في فصلي Yes, they are my colleagues They are in my class هم في فصلي أهم مجتهدون Are they diligent? أهم مجتهدون نعم هم مجتهدون ما أسماؤهم؟ أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله ومن هؤلاء الرجال القصار ومن هؤلاء الرجال القصار هم حجاج من أين هم؟ بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين المصطفى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم أهم مجتهدون؟ نعم هم مجتهدون Yes, they are diligent ما أسماؤهم؟ 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 And who are these short mints? هم حجاج They are pilgrims هم حجاج من أين هم? Where are they from? بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان أين المصطفى وأصدقاؤه? Where is المصطفى and his friends? ذهبوا إلى المطعم They went to the restaurant ذهبوا إلى المطعم حول المبتدأ في كل من الجمل الأتية إلى جمع Let's convert from singular to plural هذا طالب هؤلاء طلاب هذا طالب هؤلاء طلاب هذا تاجر هؤلاء تجار طالب طلاب تاجر تجار So these are broken plural حاج حجاج هذا حاج هؤلاء حجاج هذا رجل هؤلاء رجال هذا كبير هؤلاء كبار هذا صغير هذا صغير هؤلاء صغار هذا صغير هؤلاء صغار هذا صغير هؤلاء صغار هذا صغير هذا صغير هؤلاء صغار هذا صغير هذا صغير هؤلاء صغار هذا صغير هؤلاء صغار هؤلاء صغار هذا صغير هؤلاء صغار هذا صغير هؤلاء صغار طويل طوال هذا ولد هؤلاء أولاد هذا ابن هؤلاء ابناء هذا عم هؤلاء أعمام هذا شيخ هؤلاء شيوخ هذا ضيف هذا زميل is homework. Write your answer in the comment section. هذا فقير هؤلاء فقراء هذا غني هؤلاء أغنياء فقير فقراء غني أغنياء هذا صديق هؤلاء أصدقاء هذا طبيب هؤلاء أطباء هذا فتى هؤلاء فتية هذا أخ هؤلاء إخوة هذا جديد هؤلاء جدد هذا مدرس هؤلاء مدرسون هذا مهندس هؤلاء مهندسون مدرس مدرس مدرسون جمع مذكر سالم sound masculine plural مهندس مهندسون حول المفردات التي تحتها خط إلى جموع كما هو موضح بالمثال من هذا الرجل هو حاج من هؤلاء الرجال هم حجاج change the underlined words to plural الرجل الرجال من هذا الرجل هو حاج من هؤلاء الرجال هم حجاج من أين هذا الطالب هو من الهند من أين هؤلاء الطلاب هم من الهند أين التاجر الكبير هو في السوق أين التجار الكبار هم في السوق أين المدرس الجديد هو عند المدير أين المدرس الجديد هو عند المدير أين المدرسون الجدد هم عند المدير أين الطالب الجديد أهو في الفصل أين الطلاب الجدد أهم في الفصل أهذا الطالب غني لا هو فقير أهؤلاء الطلاب أغنياء لا هم فقراء من هذا الرجل هو ضيف من هؤلاء الرجال هم ضيوف لي أخ كبير هو طالب بالجامعة لي إخوة كبار هم طلاب بالجامعة أين صديقك ذهب إلى المكتبة أين أصدقائك ذهبوا إلى المكتبة المدرس المدرسون الطالب الطلاب الرجل الرجال صديقك أصدقائك الجديد الجدد غني أغنياء ضيف ضيوف طالب طلاب محمد له ابن صغير هو طالب في المدرسة همورك أزميلك مجتهد نعم هو مجتهد convert the sentence to the plural this is a homework leave your answer in the comment section أضف الأسماء الآتية مرة إلى اسم ظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال this is the example أبناء أبناء محمد so أبناء is مضاف and محمد مضاف إليه we will add a pronoun أبناءه أسماء أسماء الطلاب أسماءهم زملاء زملاء حامد زملاء زملاءك أصدقاء أصدقاء المدرس أصدقاؤه thank you for watching until the next video like subscribe and share my Arabic journey with محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته